والله شو بيكون صراحة خويل أمين أنا ما ما نحبش نكون في هذه الوضعية وما نحبش نكون يعني ولكن قولك بيكون صراحة ما نتكلمش عني فقط لأن كنا كلاتا مسؤولين حتى لو أنا كنت مدرب الفريق الوطني من مناد وإغيل احنا عارفين إن كان عندنا فضل لأن اشتغلنا تمرشهم مع المنتخب الوطني الجزائري لما كان يعاني من قبل والحمد لله المنتخب فاز بكاس إفريقي ولكن أنا أقول اليوم حتى نتكلم أيضا باسم المناد واسم إغيل كان عندنا فضل في تتويج المنتخب الوطني الجزائري في 2019 وأقولها بكل توضع